للحفاظ على صحتك في سن الاربعين اليك هذه النصائح يطرأ على جسم الانسان بعد ان يبلغ الاربعين عاما تغيرات كثيرة وتؤثر هذه التغيرات سلبا على الحالة الصحيات وتزيد مخاطر الاصابة بالامراض لذلك اليك بعض النصائح التي يجب اتباعها بعد بلوغ الاربعين عاما للبقاء بصحة جيدة وفقا الموقع جريدة الدستور واحد زيادة الكالسيوم اثنان ضرورة الحصول على ما يكفي منفتامين دي ثلاثة زيادة كتلة العضلات ففي سن الاربعين تفقد كتلة العضلات الخاصة بك ولكن القيام بتدريبات القوة باستمرار يساعد في منع فقد العضلات وحتى زيادة كتلة العضلات اربعة لا تأخذ مكملات غذائية بدون استشارة طبيب خمسة يجب تنظيم مستويات السقار في الدم ستة المزيد من مضادات الاكسادة لانها تساعد في تأخير الشيخوخة وستجديها في الخضروات والفواكه سبعة تناول ما يكفي من الالياف الثمانية يجب الإقلاع عن التدخين تسعى لا تتجهلي مشاكل الغدات الدراقية عشر المحافظة على تمرينات الليون بالانتظام كل صباح احد عشر الفحص الطبي السنوي اثنى عشر تناول المزيد من البوتاسيوم والموجود في السبانخ والبطاطس والافوكاد ثلاثة عشر لا تفرط في التمرينات الرياضية شاقة اربعة عشر تناول فيتامين باثنى عشر الذي يساعد في الحفاظ على البشرة والشعر وصحة الدم خمسة عشر المشي اكثر وتناول الطعام اقل ونتمنى للجميع السلامة اذا عجبك الفيديو دغط لايك والسلام عليكم والرحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة